سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايك يا ملوك? ازايك يا واب. عامل ايه? الحمد لله. بص احنا النهاردة هناخد اا اا يعني بنفس جميل جدا. وكن معتمد على حاجة اخذناها قبل كده. بس هنبتدي بقاية كريمة اا في الصورة فصلت. يا قول ربنا عز وجل. هل نقرأ كده. عاود لنا الشهر رجيم. وانت تقولي لي انت فهمت ايه? ماشي? قل اا انكم لتكفرون بالذي خلق الارض في يومين. وتجعلون له اندادا. ذلك رب العالمين. قل يا مين. ربنا بيكلم مين? القل ما بيعبدوه. القل بيقول السيدنا محمد. الله سلام. ولينا برضو من بعض. اه. بيقول لنا اا انتوا مبتمنوش باللي خلق الكرن في يومين بس. خلق ايه? الارض. الارض. خلاص. كنا عرفنا معلومة عن ربنا ان هو ايه? خلق الارض. بقى معقول نكفر باللي خلق الارض. لا. ده هو. المفروض نؤمن بيه. طيب خلق الارض في ايه? في يومين. ايه ده? لا يعني دي حاجة خارقة جدا. يعني يعني قدرة مش متصورة. ان الارض كلها دي. ربنا اخلاق في ايه? في يومين? الارض ولا الانسان. الارض. ماشي? وتجعلون له اندادا. يعني ايه? مشابه ومساوي ليه. زي مثلا بيعملوا اصناهم. صح كده? ينفع كان ربنا بيعيب عليهم ان هم يعملوا كده. ذلك يا رب العالمين. اللي هو مين? اللي عمل ايه? اللي خلق ايه? الارض في ايه? في يومين. تعني نشوف ربنا عمل ايه كمان? بيقول يبا هو ربنا صفحة تعالى خلق الارض في ايه? في يومين. جميل. اه دي الارض. ربنا صفحة تعالى خلقها في يومين. وبعدين طبعا الارض دي بيجزء منها يابسة. يعني خلق المياه. كمية المياه الموجودة عندنا في الارض دي. خلقها بس في يومين. اه. كل حاجة بقى. طيب جميل جديد. يبقى ادي الكرة الارضية ايه? ودي مسلا المساحة اللي ايه? اليابسة. اللي هي الارض منها. والتانية تبقى المساحة اللي ايه? اللي هي تبقى ايه بقى? المياه? اه. محر الاحمر. محر المتوسط. محيط. المحيرات بقى. مش كده? اه. وكل حاجة. وفي حاجة كمان بقى بتبقى جليدية. صح? ام. هتلاقيها. في كل بشمالي. وكل بجنوبي. مش كده هتلاقي فيه زي جليد كده. ماشي. اذا واضح كده من من الارض اللي ربنا خلقها دي. ان هي فيها نظام بيئي واحد? ولا اكتر من نظام بيئي? اكتر من نظام بيئي. اهو كلمة نظام بيئي. يعني ايكو سيستم. احسنتي. احنا. احنا. في حاجة اسمها? النظام البيئي ده. لازم هيبقى فيه كائنات. حية. وكائنات ايه? مش حية. غير حية. صح? يعني مسلا مسلا. لو قلنا النباتات اللي فيه. حي. حي. لو قلنا الطوب اللي فيه. مش حية. طيب لو قلنا الحيوانات اللي فيه. حي. البشر اللي فيه. حي. وهكذا فاذا الكراسي اللي فيه. مش حية. فيه تلات انواع اللي هو احنا قصة نخلنا الكونسيومرز والبروديوسرز. دول نوعين. اه. صحيح. ودي دول تبع كائنات الحية. انا بسكره دبقتي. المهم ازا فيه مش كذا ايكو سيستم. صح? طيب. هنتعرف على الاكو سيستم ده كمان شوية. بس واضح كده ان فيه نظام جليدي. فيه نظام مائي. مش كده. فيه نظام اليابسة. اليابسة دي ممكن تبقى صحرة. ممكن تبقى ايه? ارض خضرة. ارض زرعية. وهكذا. طيب. طيب. قل انكم لتكفرون بالذي خلقها الارض في يومين. وتجعلون له اندادا. ينفع كده? لا. ذلك رب العالمين. شوف بقى يا عمل ايه? وجعل فيها رواسي. فيها اللي هي في ايه? طب الاول جعل فيها ايه? 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 دي عين على ايه? جعل في ايه? في الارض? صح. رواسي. يعني الجبال الراسية المستقرة. لا يبقى ربنا جعل في الارض ايه? رواسي. يعني هتلاقي ان في ايه جبال. وحضاب ومخفضات وكده يعني? صح? الجبال دي رواسي. يعني راسية كده. وتخلي الارض ايه تثبت. طيب. ده ده من فوقها. الجبال من فوق? ومن فوق ايه? من فوق اللي اسمها دي. الارض? طيب. وباركة فيها. يعني باركة فيها? يعني اتخليها كتير. ايه? صح? البركة هي بيجي منها الكثرة. ويجي منها كمان آآ الثبات. يعني خلاها ايه? ثبتة. يعني ما 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 تقلش. ويجي فيها التنزيه. يعني خلاها منزهة عن كل نقيصة. يعني ما فيهاش حاجات وحشة. او الحاجات يعني كل النعمها جميلة. خلاص? المهم بس انت قلت احسن قلت ايه? معناها انه ايه? بارك فيها ايه? كتر? اه كتر فيها. وقدل فيها ايه? اقواتها. اهديبها اللي انا عايز ايه? اعرفها. يعني. قدر فيها اقواتها. يعني ارزاقها. حط. ربنا حط في الارض دي الارزاق بتاعتها. يعني ايه حط فيها ايه يعني? حط فيها ايه يعني? حط فيها البال. وهضاب المصفضات. لأ في الارزاق اللي موجودة في الارض دي. ايه? مش مثلا في اعماق الارض ممكن ان نطلع ذهب. وحديد. ماشي? وبترول وغز طبيعي. صح كده? دي كلها حاجات مفيدة. فدي قوت. وكمان بيقدر فيها. عمل فيها النباتات مساعدة. الصخور. الاشجار. برضو. دي اقواتها. صح? ازا فقدر فيها اقواتها. فين بقى? في اربعة ايام. ثم استوى الى السماء. وهي دخان. اذا دخان. السماء كانت دخان. وبعدين فقال لها. وللارض ائتي طوعا او كرها. يعني ايه? يا ربنا اكلم السماء. اكلم الارض. الهم ائتي طوعا او كرها. هاتيجوا بارددكم مطعين. ولا تيجي مكرهين او مكرهين بالعافية. لا. قالت ايه? اتينا طائعين. احنا بقى نعمل ايه لما نعرف? ها? اه? ايجيبها. هو اللي خلقها يعني. يعني يقدر يجبرها. هو بيشوف. فربنا سبحانه تعالى. هم قالوا ايه? اتينا ايه? طائعين. لما احنا نشوف الارض اللي هي بخلوق كبير او اكبر من انا بكثير. والسماء مخلوق كبير جدا. ومع ذلك ايه? بيطيعوا ربنا. احنا مفوض نعمل ايه? نطيعوا. صح? مش نكفر بيه بقى. طيب. احنا هندخل بقى من الاية دي ونمسك في الايكو سيستمز اللي موجودة هنا. الايكو سيستم ده? الايكو سيستم هو نظام بيئي. صح? طيب ايه مكوناته? يعني امتى اقول ان ده ايكو سيستم? يعني انا مثلا لو شفت حتة حفرة في الارض اقول عليها ايكو سيستم? لا. لازم يبقى فيه حاجات معينة اساسية عشان اقول عليها دي ايكو سيستم. رقم واحد. يكون فيها ارجانيزمز. يعني ايه? كائنات. صح? يعني بيبقاش فاضية. ماشي. اذا لازم بيبقى فيه. احنا بقى تبقى حية ولا? ايه? ارجانيزمز. ما لسه احنا قلنا. الاول ارجانيزمز. صح? طب الارجانيزمز دي بقى. عبارة عن ايه? ممكن تبقى ايه وممكن تبقى ايه? ايه لو هي صح? اذا هيبقى عندي في صح? اذا هيبقى عندي في صح? حية وغير حية. طيب. ده علشان يعيش مش محتاج مقاومات لحياته. اه. انت حاجت معنا محتاجها? اه. طيب محتاج ايه ذا بقى? مية واكل وهو. حالو. يبقى احنا محتاجين حاجات في الايكو سيستم. اه. زي مثلا بيزيك نيد. صح? بربو عليك. يبقى عايزين وعايزين البيزيك نيدز. نيدز. اوف. للليفنج ولا لنليفنج? لليفنج. هما ايه? ايه? ايه بقى اللي بيحتاجها اللي بيحتاجها لليفنج اورجنزم? الاول لما نقول كده نسأل نفسنا سؤال. هو اصلا الليفنج اورجنزم ده عارفنا انه هو لليفنج. عشان بيتنفس. ايوة. يبقى عندنا شوية معلومات عنه مهمة. رقم واحد انه هو بيتنفس بيبريث ماشي. ايه كمان? ودرنك بيت. ويجروه. ينمو. نعم? اه. يعني بتتكاثر يعني هيقدر يجيب صغار منه. اه. والصغار دول بعد كده يجروه يجبره يجيبه تاني. تاني. طيب. وهكذا. طيب ده عارفنا نوع ده عشان يقدر يعمل الحاجات دي. عشان يقدر يتنفس يقدر يجروه. يقدر محتاج صح? ايه اللي بيحتاجها? صح. صح. ايه. يبقى محتاجين آآ فود. لازم ياكل. محتاج ووردر عشان يشرب. ومحتاج اير. عشان البلانت. آآ وليفينج اورجانيزم. فهو بيحط كاربون. لكن ليفينج اورجانيزم بقعد عايشة في الماء. صح? بس بيحتاجها اكسجن برضو. طيب الاكسجن بيوجود فيهن في الوطر. لأ الوطر فيها اكسجن. خلال. احنا ما نعرفش نستخلص الاكسجن من الوطر. انما الاسماك ربنا حط فيها اجزاء اجهزة تعرف تستخلص الاكسجن من ايه? من الوطر. انما لازم يبقى. فانا هخلي الارضة ده على جنب دلوقتي. خلاص هو من البيزيكنيد صح. بس لازم يبقى في الاكسجن. يبقى في مقاومات اللي حقيقة فيه فود. ولازم يبقى في شلتر. يعني مقوى. ازاي بيت يعني? اه. لانه لو مالوش مقوى. اصلا الشمس طول الوقت. او الهوى. البرد الجامد. الحر الشديد. الحاجات دي كلها ممكن ايه? تموتوا. وبالتالي تقضي عليه. يبقى التالت حاجات دول بقى. عشان كده. النبي صلى الله عليه وسلم. صليت على النبي. يقول ايه? يقول الحديث جميل جدا بقى. اسمعي جرى? بيقول ايه? من بات امنا في سربه. يعني عنده امان في بيته. خلاص? معايا? مم. معافا في بدنه. يعني يعني جسمه كويس. كويس مش مريض. اه. مهمة جدا بقى. عنده. كوت يومه. يعني. عنده. اللي يكفيه من ايه وايه? من الاكل والشرب. الكفيه امدة قد ايه? لا. يومه. يعني عنده اللي يكفيه يوم. طب ما له ده رسول الله. صلى الله عليه وسلم. بيقول من مات من بات امنا في سربه. ها? معافا في بدنه. عندها وقوت يومي. بص الكلمة دي الغريبة دي جدا بقى. فكأنما. انه يعني ها? حيزت له. يعني بقى في حياسته. يعني امتلك. ها? الدنيا. بحذا في ريها. يعني كلها. بيقول اللي عنده الثلاث حاجات دول. كأنه ايه? كأنه ايه? عنده الدنيا كلها. ايه الثلاث حاجات دول بقى? امنا. امنا. في سيربي. يعني عنده شلتر. خلاص? معافا في بدنه. يعني ايه? جسمه سليم مش مريض. اه. عنده قوتة يومي. ايه? يعني فود والووتر. فكأنما ايه? حيزت له الدنيا بحجافيرها. يعني كأنه حازة يعني امتلك كل الدنيا. طب طعيتها بقى المفروض لوحد يعمل ايه لما يبقى. يشكر. طب احنا بقى عند. انت امنا في سيربيك? يعني امنا في البيت بتائك? ولا مهددة? انت مهددة دلوقتي في حد بيهددك عشان يقتلك? لا. انت خايفة من 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 الحد بيهددك دلوقتي وانت قاعدة في البيت? لا. يبقى يبقى بتنامي امنا ايه? في سيربيك. طيب انت معافا في بدنك? ولا عيانة دلوقتي? الحمد لله. معافاة? صحة? طيب. يموت يومك عندك اللي كفيك النهاردة. شكرا? لو فتحت اللاجة عندك اللي كفيك النهاردة وبكرة وبعد 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 وممكن ان تبقى شايلة في ديو فريتر مثلا. تبقى شايلة حاجات يعني عندك اكتر كمان هو? هو النبي بيقول كده يعني اللي عنده بتاع اليوم خلاص ما يقلقش. لانه بواسطة شديدة ممكن تاني يوم يموت. فتزعلان لي ان ما عندكش اكل بتاع بكرة. ما يمكن اصلا ما تعيشك بكرة. صح? اه. المهم ان انت بالنسبة لك ايه? يبقى عندك يوم. حاجتك النهاردة. فكأنما ايه? حيزت له الدنيا بحضة. عشان كده احنا بقى لازم نشكر ربنا طول الوقت. نرجع تاني. يبقى هو السيستم اللي هيبقى فيه ايه? وعبارة عن كوميونيسي او اريا. يعني اللي ما نجي نعرفه بقى هنقول كده. ايكو سيستم is a كوميونيتي. يعني مجتمع. او اريا. يعني مساحة. خلاص? ذات كونتينز في ها ايه بقى? ونونليفنج. طيب. بقى الليفنج والنونليفنج دول بقى. بيعملوا ايه ما? هل في كل واحد عايشين في حتة النونليفنج بقى ايدي عنهم? يعني انا الكرسي قاد عليه ومسك القلم. يبقى هل في تفاعل ما بين الليفنج والنونليفنج? اه. صح? يبقى كده? لازم الليفنج والنون ليفنج بيكون بيحصل ما بينهم ما يسمى بالانتر اكشن. واصلا المأوى ده بازك صح? هو اصلا. صح برب عليك. يبقى لازم يبقى فيه يعني ايه? يعني بيتنا فاعله مع بعض. انا مسك القلم. وممكن وانا مشي طوب اتقع على دماغي. بعد الشرع على ايه? فيبقى ايه? بحاجة ايه? مش كده. اشرب مية افتح التلاجة. ازا دايما في علاقة ما بين ايه? ازا فيه انتر اكشن ما بينهم. مش دول مفصولين على البعض. وفي نفس الوقت بقى الليفنج ده بيحتاج عنده البيزيك نييتز. البيزيك نييتز دي. علشان الايكو سيستم يبقى مناسب للليفنج. لازم يبقى فيه. ها? وشيلتر. خلاص كده? طيب جميل جد. هنمسك بقى مين? وحنا اخدناها قبل كده. بس نفتكر. عشان انت قلتها المرة اللي فاتت. الليفنج دول ممكن اقسمهم بقى لثلاث انواع. البروديوسر والكونسيومرز. بس كونسيومرز. بس كونسيومرز دي تر. لا ايدا. صح. البروديوسرز اللي بينتجو. وكونسيومرز اللي بيستهلكو. او ودي كونبوزرز. ودي كونبوزرز هما في الحقيقة ممكن نحطوهم طبعا مين? من الاتنين دول. ممكن نحطوهم طبعا مين? الهيومن. لا لا بالراحة. لو انا قلتلك من الدي كونبوزر ده. ماشي. بينتمي لبروديوسر ولا كونسيومر? يعتبر ايه? ايه. الاتنين. لا نفكر لا هقول لك الاول حاجة وانت هشوفها تستنتجي ولا لا. دلوقتي. دي اللي احنا قلنا لما بيموت. لا انا قلت حاجة تانية. دلوقتي. بروديوسر. كما دول يا اما ايه يكونوا بروديوسر يعني بيعرفوا يعملوا ذير اون فود. يقدر يصنع الفود بتاعه. منتغين. زي يمين. زي بلانت. ايش معنى البلانت? عشان بلانت بعملنا اكل والاكل ده اللي احنا يعمل. هو بيعمل ايه? فود. ازاي بيعمل الفود? عند الريق سيستمز. ايه يعني اللي بيعملوا زي هو بيصنع الفود بتاعه? ايوة ايه اللي جوة بيعرف صنع بتاعه. انتي نسيتي بقى. صن. ايه صن جوة النبات? لا انا ايه. الصن برضو بمخلوقات ربنا اللي موجودة في الارض ولا في السماء? بياخد مثل النيتران سبا في بيكبره. طيب نفتكر مع بعض. الصن تبع السماء ولا الارض? ايه. احنا رسا قليل من فوق كده. ها? ثم استطيع الى السماء وهي دخان. يبا هو برضو اللي خلق مين? السماء. خلاص? طيب. والسماء بما فيها بقى من ايه? من نجوم. طيب. طيب. فهو الصن دي بتبعت لنا ايه? الشيعة. اللايت. اللايت ده نوع من الانرجي. صح? يبقى دي اللايت انرجي. طيب. اللايت انرجي دي بتروح على مين? اوه ماشي. ايوة. فتكري بقى اللي بتعمل ايه? عملية اسمها ايه? ايوة. بتعمل ما يسمى بالفوتو. سنسسس. سنسسس دي بتتعامل ازاي? قلنا بقى بتجيب مكوناتها ايه? ايه اللي جاي من فوق? ماشي. ويبقى اللي جاي من تحت? الفود. ماشي? ماشي? يبقى. مش الشجر. الشجر دلسة هيتعامل. او. يبقى. ويكمان? والووتر. سميها ايه? ماشي? مية. يطلع ويمشو فين? ماشي? بدي يروح لليف. لغاية لما ايوة يجي داخل قول ايه? ياخد كمان من اللي بيدخل عن طريق فتحات اسمها. ويحصل عشان نطلع ايه بقى? يبقى جواه? لا بغير الاكسجن هيتعامل ايوة ايوة نعمل بقى الفود. نعمل الفود. الفود ده بقى اللي هيبقى فيه يعني اه الشجر مش كده? اه الشجر. او الستارش. او الروتين. فات. ماش كده? كل ده فود. مين اللي صنع الفود? الجرين ليفت بتاعت الايه? بس باستخدام اي انرجي? اللي جاية من? طيب. دلوقتي الفود ده يعتبر اي نوع من الانرجي كده? الفود كم كده? بروب عليكي اكسلنت هيلة. هيلة جدا. ما شاء الله الله مبارك. يبقى هنكتب كده. يبقى هو صنع الفود اللي هنعتبره كاميكول انرجي. كده يبقى احنا عندنا ادلوقتي اول تحول حصل من الصن لايت انرجي. صح? اللي اتحولت الكاميكول انرجي فين? صحيح. هل بقى الانيموز تقدر ان هي تتعرض للصن فتعمل الفود بتاعها وتحتاج تشتاكل? هل الانيموز ممكن يبقى ماشي كده متعرض للصن? فيعمل الفود بتاعه من جلده مثلا كده برضو. ما بيعرفش عمل الفوتو سنس بروس. ما عندهش كولورة في. ما عندهش جرين ليف. خلاص? اه. فمعندهش القدرة دي. اذا هو هل يقدر يبروديوس اتس اون فود? لا. ما يقدرش. عشان كده. بس ممكن ايها من البلانت. اذا هو كونسيومر. يبقى اي حد غير البلانت ما له يعتبر كونسيومر. طيب يبقى دي كومبوزر دي. هي دي بلانت؟ لا. ما دي متعرفش تعمل الاكلها بنفسها. مش مش ايه? مش بروديوسر. يبقى هي تنتمي لمين بقى? لكونسيومر. طيب. طيب. يبقى البروديوسرز. يبقى البروديوسرز. هيبقى اللهم مين? هيبقى البلانت. عرض كده. طيب. نيجي بقى لكونسيومرز بعض. مش اللهم هم بيعفل اكله نفسه. لا. بس يقدر يقف في الشمس ويصنعه كده من نفسه. لا. من البلانت مدام مشتاق البلانت يكون مستهلك ن компании لتغذب على بلايت صح بس ممكن ما يتغذى على بلانت ويعيش هل الأسد ما بكلش حل من البلانت بس يكون اللحمة اللحمة ايه الحيوان طيب كالحيوان زي هون ما راز على بعض طيب الحيوان اللي هو كله بقى جاب الانج بتاعته من ايه حكرا بلانت صح ما في حال انها بتاكل بلانت والاسب بيأكله صح برافو عليك يبقى بقى الكونسيومرز دول بقى هنقسمهم كده اللي بيأكلوا البيلانت يبقى اسمه برايماري كونسيومر مفهوم برايماري عن ايه اولي اول يبقى كيرا عندي برايماري كونسيومر لا او ما ثلاث انواع ما بدينهو الرايماري ده مين الاكل ايه الاكل بلانت صح طيب اللي اكل اللي اكل البلانت ساكندري ساكندري يعني ثانوي اللي كان اللي اكل يبقى اسمه تيرش يبقى ايه تيرش شايفه يا جاءتش كده قوي في الانجلس الانجلس بس كونسيومرز اللي ايه بس كدش من البلس ده قوي كده اللي هي يعني برايماري و ساكندري و تيرشري ولا اللي هي شايف بس و تيرشري شايف يبقى مين بيأكل مين بقى يبقى نسكر بقى قولنا ال تيرشري بياكل مين تيرشري كونسيومر بياكل مين بياكل ساكندري و ساكندري بياكل برايماري برايماري غلبي البلانت بروديوسرز اذا كلها نغذر بها طيب تعالي بقى لحظة التيرشري ده ممكن نياكل برايا بلاينت ممكن حد يأكل بايل تاني أكله لأ لو بقى ممكن حد نسميه كوتيرنري بقى اللي هو الرابع بقى طيب لو هو بقى ما حدش أكله بيحصل له ايه هو هو هاي لما يموت لما يموت مين بيموت في الاربع اللي ذكرناهم البلانس ولا البرامر كونسيومر ولا الساكندري ولا التيرشري كلهم بيموتوا اذا هقدر اقول انه كلهم بيموتوا باي planned مات ترجمة نانسي قبل 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 مليون نانسي قبل نانسي قبل ترجمة نانسي قبل نانسي قبل